بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج امضغ حبتين صباحا واجعلهما في فمك طويلا وقم بمص مائهما على مهلك ستشعر بشيء عجيب مع الوقت كما يقول علماؤنا المختصون بقضايا طب أئمة أهل البيت عليه السلام كان الإمام الرضا عليه السلام يوصي بهذه النبتة كثيرا لأنها تجعل لديك ذاكرة قوية فتاكة وقلب من حديد من الصحة والعافية صدرك نظيف لا سعال ولا قحة ولا بلغم مفاصلك ممتازة وحركة روعة تنظيف للبطن والمعدة من الجراثيم والبكترية فمك نظيف ورائحة جميلة ما في مشاكل في الكبد والطحال والكليتين مقوي للنظار ويذهب بغواش العين يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين يخفض نسبة السكر والضغط العالي يعالج ألم المفاصل هذا كله عن طريق مضغ حبتين من القرنفل صباحا تجعلهما في فمك وتامص مائهما على مهلك هذا كله سوف تحصل عليه هذه الحبة التي تصنع المستحيل والمعجزات حافظ عليها وموجودة عند العطارين بكثرة تحافظ على صحة المرأة والرجل بشكل غير طبيعي فجرب ولا تشك برنامج صباحات ولاية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام